نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا النهاردة وسيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد أمس اجتماع مهم تابع في المشروعات القومية الخاصة بقطع للصلاة وتكنولوجيا المعلومات وأصدر سيادته عدد من التوجهات منها تأسيس الشركات عن طريق الإختار رقميا من خلال منصة حيث تقام لهذا الغرض وده علشان يتم إزالة أي معويقات أمام شركات النشئة ورواد الأعمال ده غير السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها وده علشان يتم توفير النفقات وأيضا التسهيل على هذه الشركات اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات حيث وجه السيد الرئيس بما يلي تأسيس الشركات عن طريق الإختار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال أستماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها وذلك بهدف توفير النفقات وتسهيل على تلك الشركات تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية لاستثمارية الحرة وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان وجه السيد الرئيس بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف أوائل خروجي الجماعات المتخصصة فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة أجبال مصر الرقمية والتي تسعى إلى تدريب طلبات المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد عرض الدكتور عمر طلع التطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز إبداع مصر الرقمية في مرحلتها الأولى موجهاً سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية أضف المتحدث الرسمي أن سيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها تم أيضاً استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث أوضح السيد وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت حوالي 150 مليون وثيقة في الحقيقة مجهود كبير بتقوم بالدولة لتوفير مناخ آمن من الاستثمار ويستطيع أن يجذب عدد كبير من رؤوس الأموال الأجنبية تحديداً دايماً عارفين أن الإرهاب يكون هو الآفة الحقيقية اللي بتواجه أي مسير التنمية وأي مسيرة خاصة بالاستثمارات علشان كده القوات المسلحة بتواصل جهودها المكثفة في توجيه الضربات المطلحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء ويمكن خلال الثلاث أيام اللي فاتوا تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية اللي بتتخذها هذه العناصر الإرهابية كمركز لتنفيذ عملياتها الإرهابية موسيقى استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية حيث نجحت القوات الجوية في تدمير ثلاث عربات دفع رباعي موسيقى وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها موسيقى كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا عثر بداخلها على اثنين أربي جي وتلات رشاش متعدد ومسدس وستين طلق أنواع كما تم مقتل أربعة أفراد تكفيريين وتم التحفظ على جثث القتل الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة لانفجار تي ان تي ودوائر كهربائية معدة للتفجير وكميات كبيرة من مواد الإعاشة وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لضحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلي وتؤكد دائما أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم المنطقة الغربية العسكرية استقبلت زيارة لوفد من جمعية الأمل للسم وضعاف السمع وكمان زيارة لعدد من الأطفال بالمدن والقرى الحدودية اللي ابتقى بانطاق المنطقة الغربية العسكرية وده جي في إطار حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لدى أبناء المجتمع المصري من محافظة مرسى مطروح وتعميق أواصر ارتباطهم بالقوات المسلحة من برح كان فيه مؤتمر صحفي عالمي قام بيه سيد رئيس الوزراء وتم الإعلان فيه من جانب الحكومة عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وقال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بتستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار هتطرح للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي أيضا لمدة أربع سنوات وكمان فيه خطة لرفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة إحنا بنعمل إيه وحنعمل إيه الفترة الجاية ودي يمكن كتكلفات فخامة الرئيس لينا في إفطار الأسرة المصرية وخلينا أقولها لحضركم لأننا حنمشي واحدة وحدة إحنا بنعمل إيه وحنعمل إيه إن شاء الله على مدى الفترة القليلة جدا القادمة اللي إحنا بنتكلم فيها ده مدى الدولة بتتحرك فيه من هنا لغاية نهاية 2022 إن إزاي حنعزز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي ودعم وتوتين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار على مدار كل سنة لمدة أربع سنين يعني إجماليهم 40 مليار دولار الدولة حتتحهم لشراكة القطاع الخاص الإعلان عن خطة واضحة لتخفض الدين العام وعجز الموازنة وإزاي إن إحنا نتحرك على هذا الموضوع على مدار الأربع سنين الجاية وطرح إزاي رؤية متكملة للنهود بالبورصة المصرية علشان إنها تؤدي دور كبير في الاقتصاد المصري وأخيرا البعد الاجتماعي وإزاي الاستمرار في حماية محدود الدخل لو حنتكلم على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي واسمحوا لي يمكن أنا حدي مقدمة إحنا كحكومة مرة أخرى وأنا بأكد عليها لكل المصريين إحنا جزء منكم الحكومة ليست في جانب والشعب في جانب وده أعتقد يعني نتاج كل الثورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة إن بقت المهاردة بنحاول الحكومة دايما هي موجودة وجزء لا يتجزأ من الشعب المصري فإحنا عشان بنستمع دايما لحضراتكم بنسمع وبنتابع كل اللي بيتقال والخبراء اللي بيطلعوا وبيتكلموا وبيتقال الحكومة بتزاحم القطاع الخاص والحكومة مش عايزة تديك فرصة للقطاع الخاص إن ينمو لكن خلينا مع بعض نتابع إيه اللي كان بيحصل في مصر اللي 4-5 سنين اللي فاتوا وإيه اللي بيحصل عشان الدولة ليه اضطرت إنها تدخل وتدخل استثمارات كبيرة في الفترة اللي فاتت مصر إحنا النهاردة يعني ما شاء الله طبعا حدراكم عارفين تجاوزنا المية وثلاثة مليون نسمة وده كحجم سكان طبعا بيفرض علينا ببساطة شديدة إن أنا عايز على الأقل مليون فرصة عمل سنويا جديدة خلينا بس نقف على الأرقام دي مع حضراكم إحنا قوة العمل كانت في ألفين سنة ألفين كانت تسعتاشر مليون فالفين واحد وعشرين بقينا تلاتين كمان رئيس الوزراء قال إنه الأزمة العالمية الحالية فرضت على الدولة أعباء مالية ضخمة وإنه الدولة وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة لتخفيف هذه الأسار وده نتيجة لزيادة أسعار الثلعة الاستراتيجية لازم كلنا كمصريين نبقى حاسين بيها إحنا كنا بنستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من الدولتين روسيا وأوكرانيا كان 31% من عدد السياح اللي بيجوا لنا كانوا بيجوا من الدولتين فكل ده المفروض ليه تدعياته الكبيرة اللي كانت مفروض تعمل لنا اضطراب شديد كحكومة وكدولة في التعامل مع هذا الموضوع ولكن إحنا على طول تحركنا وبتدينا إزاي نوفر أسواق بديلة للأمح وكمان أسواق بديلة للسياحة إحنا على طول ما سكتناش واستسلمنا للموضوع إحنا تحركنا وفي أيام وفي أسابيع علشان نقدر إن إحنا إزاي نعوض هذه التدعيات اللي حصلت لكن لازم نبقى واخدين بالنا إن تدعيات الحرب دي فرضت علينا أعباء مالية ضخمة جدا كمصريين نبقى عارفين إحنا النهاردة بقى في 130 مليار إحنا حطناهم ده تأثير مباشر بيحصل وحيحصل للفترة الجاية نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية زي الأمح والبترول وحتى أسعار الفايدة اللي زادت مع إن فيه 335 مليار تانيين دي تأثيرات غير مباشرة إحنا خدنا إجراءات حماية اجتماعية حضراتكم عارفين إحنا بدرنا زيادات صرف المرتبات والمعاشات وخدنا إجراءات تانية بدل ما كانت هتبدأ من 1 سبعة بدأناها من 1 إبريل علشان والدولة هي اللي بتتحمل هذا الكلام عشان نقدر إن إحنا نخفف شوية من وطقة هذه الأزمة على المواطن المصري لكن طبعا كان عندنا تحديات كبيرة جدا كان عندنا حصل نتيجة لهذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال السخنة اللي كانت موجودة واستثمارات ولكن يعني إحنا الحمد لله نتيجة يعني جهد الدولة وقيادة السياسية اتحركنا علشان نعوض خرجت هذه الأموال وهنا يمكن أنا حابب أن أنا توقف ويعني أوجه كل الشكر والتقدير لأشقاءنا في الدول الخالجية اللي وقفوا جنب مصر في فترة الشهرين الماضيين وحطوا وضخوا أرقام معينة مكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر في خلال الشهرين الماضيين ده لازم النهاردة نسكرها وأؤكدها شكرنا وتقدرنا ليهم على هذا الموضوع لكن طبعاً الكلام ده أدى إلى تحديات أخرى أن لسه برضو تاني قطاع الخاص المصري نتيجة للأزمة غصباً عنه ومبقاش قادر أنه يزود استثمارات ارتفاع الفايدة الإقراض الإقتراض دي بتعمل علينا أعباء كبيرة جداً مؤشرات الدين الخارجي نتيجة لأننا اضطريت أننا عشان نعمل نحافظ على الاحتياطي بتاعنا أنه بتدت زادت نسبة الدين الخارجي أو قيمة من الدين الخارجي طبعاً تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية الأجنبية اللي هو مش مصر الوحدها العالم كله زي ما وريت لحضراتكم بيحصل بالسالب مش حتى بتباطو لا ده الناس بتخرج من الدول من بين التصريحات المهمة اللي تم الإعلان عنها بالأمس في المؤتمر العالمي لرئيس الوزراء كان تصريح قال في رئيس الوزراء أن مشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية ساعد الدولة في زيادة محصول القمح والسنة دي لأول مرة في تاريخ مصر من المتوقع أن نحن نوصل لإنتاج 10 مليون طن أمح بزيادة مليون طن عن السنة اللي فاتت الأمح ويمكن حضراتكم أكيد تابعتوا اللي بيحصل إحنا الدولة المصرية الحمد لله وده كان جزء من المشروعات القومية أنا بس عايز أقول لحضراتكم معلش أنا ياسف زي كنت طولت على حضراتكم ولكن ده شيء مهم عشان كلنا كمصريين نبع عارفين إيه اللي بيحصل في بلدنا إحنا كان المساحة المزروعة من خلال المشروعات القومية الأخرى تاني اللي بقول عليها مشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في تشكا وشرق العوينات والدلتة الجديدة وسينة وغرب المينيا مشروعات دي اللي مكنتنا إن إحنا نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا وبالتالي نزيد من مساحة المزروعة للأمح إحنا السنة دي لأول مرة في تاريخ مصر متوقع إننا نصل إلى عشرة مليون طن أمح إنتاج بزيادة يعني مليون طن فقط عن السنة اللي فاتت إحنا طبعاً كان خدنا إجراءات مهمة جداً وعايز أقول له حضراتكم الإجراءات دي كلفتنا ستة وتلاتين مليار جنيه عبارة عن إيه؟ إن إحنا زودنا تمن توريد طن الأمح للمحلي السنة فاتت كان سبعمية أو سبعمية وعشرة زودنا تمنمية وعشرة وبعد كده بتوجهات فخامة الرئيس زودنا حافز اللي حضراتكم على الفين والتوريد اللي هو بخمسة وستين جنيه بقى بنتكلم متوسط تمنمية وخمسة وسبعين بالإضافة إلى استوعبنا الزيادة اللي حصلت في الأمح الأجنبي اللي زاد زي ما وردتكم في البداية من متين وشوية ده يعني للطن إلى ربعمية وخمسة وثلاثين استوعبنا عندنا إجمالي الكلام ده كله كام على الدولة ستة وتلاتين مليار جنيه الدولة تحملتهم أحد أهم المشروعات القومية اللي الدولة برضو اشتغلت فيها تطوير الصوامع والشوان اللي مكننا أنه بقى عندي قدرات تخزين النهاردة خمسة ونص مليون طن طب هو الرقم ده كان قبل الفين واربعتاشر كان كان واحد واربعة من عشر طب لو ما كنتش عملت الصوامع كان حيب عندي قدرة أن أنا استوعب الأمح اللي موجود النهاردة اللي أنا بالنهاردة أعلنت أن أنا مستهدف أخذ الخمسة ونص مليون طن من الفلاحين الخمسة ونص مليون طن دول بيروحوا فين؟ بيروحوا للخبز المدعم اللي الدولة المصرية مع كل برضو الضغوط والزيادات حفظنا على سعره في الفترة اللي فاتت لكن النهاردة وده برضو كانت خطوة شديدة الأهمية الدولة خدتها وأنفقت عليها أن نؤمن دايما يبقى عندي احتياط استراتيجي من السلع لا يقل عن أربع شهور وأحيانا بيزيد عن ستة إحنا الأمح وإحنا وقفين النهاردة وأنا بأعلنها للعالم كله لدينا احتياطات بالجزء اللي بدأنا يعني نجمعه من المحصول المحلي أربع أربع أشهر وإن شاء الله يا رب تستمر عملية توريد الأمح المحلي هيكفينا لغاية آخر العام الميلادي وبالتالي لن يكون لدينا أزمة في القمح إن شاء الله يا رب بإذن الله الزيت عندنا النهاردة ما يقرب من ستة أشهر الأرز الدواجن اللحوم كل دي النهاردة الدولة كاتحريصة أنها تبقى عندي احتياطيات عشان ما يبحصلش أي قلق والمواطن ما يشعرش أن فيه سلعة بتنقص أسعار زادت غصبا عننا لأن ده العالم كله زادت فيه الأسعار لكن بقدر الإمكان أنا بشيل جزء وبحمل المواطن جزء من هذه الزيادة زي ما قلت لحضراتكم الخبز المدعم الدولة تحملته طوال الفترة الماضية والنهاردة فيه واحد وسبعين مليون مواطن بيستفيدوا من الخبز المدعم أسعار الأسمدة اللي وصلت النهاردة سعر الطن أربعتاشر ألف جنيه إحنا النهاردة بنديه بأربعة تلاف ونص يعني ما زال فيه دعم عشر تلاف جنيه في طن الأسمدة ويمكن أكتر من نص الإنتاج المحلي النهاردة من كل السمات بيروح لأصحاب الحيازات الصغيرة الفلاحين الصغيرين هم اللي بندهم هذا الدعم الفترة الجاية إن شاء الله بنتوسع أكتر في المناطق اللوجستية عشان يبقى عندنا حركة التجارة المحلية أكبر ونضمن أفضل طريقة للتوسع فيه عملية توريد المواد الخام والسلع التموينية وتبقى متاحة لكل المواطنين في خلال الفترة القادمة أنا عايز أختم أقول بحاجة مهمة جدا الحمد لله مع كل الأزمات العالمية الغير مسبوقة اللي مرت بالعالم على مدار نقدر نقول له دخلنا في ثلاث سنين منذ بداية أزمة كورونا لغاية وقتنا هذا مصر كانت قادرة على تخطي والسموت في وجه هذه الأزمات وإن شاء الله بإذن الله بكل جهدنا وبدعم كل المصريين هنكون قادرين على تخطي الأزمة الحالية بإذن الله وبإذن الله مصر هتبقى تستمر في معدلات النمو لصالح الشعب المصري في خلال المرحلة القادمة كمان اتكلم مبارح الدكتور مصطفى مجبولي عن ملف ديون وقال إنه الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وتويلة الأجل وبالتالي مش بتمثل أي ضغوط على الدولة وكمان في خطة للدولة شغالة دلوقتي عليها علشان تخفض الدين العام من 86% إلى 75% على مدار أربع سنوات الجزء الآخر واللي ممكن طلبناه ودايما هو ده شكوى من الناس وقلق انت هتعملوا ايه في الدين؟ رايحين فيين الدين بتاعنا رايح فيين؟ احنا محددين خطة واضحة ازاي نخفض الدين بتاعنا للأربع سنوات القادمة وعايز اقول لحضراتكم ان احنا بالنسبة للدين الخارجي احنا الحمد لله دلوقتي الدين الخارجي 91% من الدين الخارجي هو ديون متوسطة وتويلة الأجل يعني ممكن تصل إلى فترات زمانية كبيرة وبالتالي هي ليست ضغطة على الدولة المصرية النهاردة ولا بكرة ولا في خلال هذا العام في جزء منها 8 و8 من 10 فقط هو اللي منطلق عليه ديون قصيرة ولكن الغالبية العظمى من الدين الخارجي بتاعنا هي ديون طويلة وفي جزء كبير منها قروض ميسرة من خلال وزارة التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية التنموية لكن خلينا نقول طب احنا اجمالي الدين العام بتاعنا الدين العام بقى مش الدين الخارجي الدين العام كل تحكومة دين الحكومة احنا مصر دلوقتي وصلنا إلى 85% من الناتج المحلي بتاعنا لكن في دول تانية يعني بدون ذكر اسماء ارقامها بتتجاوز الرقم ده بكتير احنا مازلنا بنعتبر نفسنا في الشريحة المرتفعة واحنا بنقول هذا الكلام واحنا عارفين ان احنا مازلنا في الشريحة المرتفعة لكن خطتنا ان احنا ننزل في الاربع سنين الجاية لغاية 2026 من 85 و8 من 10 يعني 86 ننزل ل75% يعني يبقى الدين كنسبة من الناتج اقل من 75% الاقتصاديين عارفين يبقى انت كده وصلت لمعدل استقرار ان الدين بتاعنا الدين العام ينخفض ل75% في سنة 26 اطالة عمر الدين بحيث يبقى الدين كله كمتوسط خمس سنين على الاقل وتحقيق فائد اولي في الميزانية بتاعتنا يبقى 2% يبقى دايما لان هو الفائد الاولي هو اللي بيؤدي الى تخفيض الدين وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي بحيث يكون 6% فقط من الناتج المحلي برضو في العام المالي 25-26 دي كانت توجهات فخامة الرئيس يتحط خطة واضحة الحكومة تشتغل عليها وتتحاسب عليها لمدة 4 سنين للتعامل مع هذا الموضوع عشان كده انا بقولها لحضراتكم ده كان شكل الدين بتاعنا وعايز اواري حضراتكم ان احنا استطعنا ان احنا ننزل بمعدلات الدين من في 2016 كان نسبة الدين بتاعنا للناتج كان 103% يعني كان الدين اعلى من الناتج مع الاصلاح الاقتصادي بتدى ينزل ولولا كورونا وانا بقولها ولولا كورونا والازمة هي اللي خلتنا تاني زدنا بعد ما كنا وصلنا 81% اضطرنا نطلع لتاني ل85% غصب بسبب الاعباء الكبيرة اللي قدت الى ان كورونا عمل التأثير كبير علينا في كل اجراءاتنا ولكن زي ما بقول لحضراتكم احنا النهاردة بنستهدف ان عمر الدين كله يطول ان احنا نحقق فائد اولي احنا مع كل الضغوط اللي احنا فيها ان شاء الله احنا نحقق السنة دي فائد اولي لن يقل عن 1.2% من الناتج ولكن نستهدف في السنين الجاية يتزايد بحيث يبقى في حدود الـ 2% ان شاء الله عجز الموازنة ان احنا نخفضه الى ان شاء الله 6 و 2 من 10 هذا العام وحنبدأ ناخده ان هو ينزل ونصل الى ارقام ممكن تصل الى 5% في الاربع سنين الجاية كل دي ارقام انا عايز اقولها مستهدفات واضحة الحكومة بتحطها وبتعلنها علشان نشتغل عليها برح كمان رئيس الوزراء في مجموعة من الاخبار المهمة حضر توقيع مذكرتين للتفاهم الاولى لاقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك والتانية لتنفيذ محطة المحطة دي لمعالجة وتدوير مخلفات بالفيوم ده بالاضافة لاخبار تانية مهمة انتبعها في التقرير التاني في مجموعة من الاخبار المهمة اللي حصلت انبارح منها حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم التوقيع على مذكر التفاهم بين وزارة البيئة وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية إنقوم وشركة أوكيانوس العالمية ودعى لشان إقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك كمان انبارح شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم التوقيع على مذكر التفاهم بين كل من وزارة البيئة ومحافظة الفيوم وشركة أنيرجي ثري الدولية لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات وتحولها الديزل حيوي وجرافين بمنطقة كوم أوشيم في محافظة الفيوم كمان انبارح التقت الدكتور هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخطراء وده في إطار استضافة مصر قمة المناخ كوب 27 بشارم الشيخ اللي هتنعقد في نوفمبر الجاي أما بالنسبة للمحافظات فحيكون معنا مجموعة من الأخبار الهامة اللي حصلت انبارح في المحافظات ومنها انطلاق فعاليات الملتقة التوظيفي بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص بقنة وأيضا توفير تمويل لمية 85 مشروع صغير في بني سويف وأخبار تانية مطروح ولأسر هنتبهها من خلال التقرير أخبار كتيرة حصلت انبارح في المحافظات البداية من قنة اللي شهدت فعاليات الملتقة التوظيفي المصغر وشارك فيه عدد من شركات القطاع الخاص في مختلف التخصصات لتوفير فرص عمل للشباب انبارح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قال ان بني سويف احتلت المركز الرابع بين المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة اللي تم تمويلها من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 185 مشروع صغير وباستثمارات حوالي 3 مليون جني المشروعات دي وفرت عدد كبير من فرص العمل المباشرة في مجالات الانتاج الحيواني والداجيني ومنافذ بيع المواد الغذائية في مطروح أعلن عمر شحة وكيل وزارة التربية والتعليم ان الفرق الكشفية والبراعم حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية اللي تمت تحت إشراف وتحكيم الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية بالوزارة في الأقصر تمكن أطباء مستشفى الكارنك الدولي واللي بيتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية من إصلاح كسور بعظام العين لمريض تعرض لحادث وتم عمل الإسعافات اللازمة وإجراء العملية بنجاح اشتركوا في القناة